اشتركوا في القناة مشان ينطر الحمام وبيسأل ابو بدر ايه ما تبدك تروح عالبيت بيقول له هل لق رايح بندر بيروح عالبيت وبيترك اريام تزور امها اريام تحكي لامها عن بدر بندر وبتقول لها انه طلق كتير طيب اريام بتخبر امها انه ابو بدر صابت وجلطة تتصل ام احمد على ام بدر وبتطمن على ابو بدر وبتحكي ام احمد مع ابو بدر وبتسلم عليه بدر بيفكر بحاله باللي عمله مشان بندر وما بيسامح حاله على الشي اللي عمله بدر بيحقق مع علي وبيسأله شو بتشتغل بقول له خضرة خضرة بيسأله بدر خضرة الا مخدرات بيقول له مخدرات وبيصير يحقق معه بيخبره بكل شيء ومنين بيجيب المخدرات وبدل على بيت طاجر المخدرات اريام بتوافق بتفيق الصبح وبتسأل امها ليش ما نزلت تفطير معها وبتقول له ما لنفس بتقولها اكيد انت حامل بتقول له اريام امنين حامل ما في شيء بيناتنا ام بدر بتسأل بدر ايه ما تناوي تجيبولونا الولد بتقول له بدر ان شاء الله الله كريم ابو راشد بيسأل بندر كيف عك على هالجوازي بيقول له بندر العزوبية احسن بيقول له ابو راشد اجيزي سنة الحياة دلال بتحكي مع اريام بتقول له بدي تجي لعندك دلال بتقول له انه تحكي مع اريام عن علاقة انمار دلال بتوصل لعند اريام وبتسأل على علاقتها بزوجها دلال بتسأل اريام عن امها وعن احمد بتقول له اريام امي عطول بتمدحيك وقالها الظاهر بدي اياكي لأحمد بتفرح دلال وبتخجل بندر بيقول لابوه انه عم يفكر يجيب خيمي ويشتري غنم ام بندر وليالي بيرجعوا عالبيت وبيصير بندر يحكي على ليالي وبيقول له لو فيك خير كنت جبت ولد لاخوي وبتقول له هاد مو شغلك وبيضرب بندر لليالي كف ابو بندر ابو بدر بيطلع على صوت لايات وبيسأل شو اللي صير وبتقول له ام بدر القصة وبتخلاص الحلقة الى هنا وصلنا الى نهاية الفيديو اذا عجبك الفيديو اشترك معنا في القناة ووفاء الزر الجرس لكي يصلكها كل جديد والان اذاك بامان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته